أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد يمصل حرص الدولة على مواجهة الفساد وسط إصال جزوره مشددا على تنفيذها بالتزامن مع رؤية مصر 2030 وقال مدبولي خلال احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية قال إن أثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادية بل تمتدوا لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا وأضف مدبولي أن جهود مكافحة الفساد تحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره وأنها وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن تطوير المؤشر العام للفساد الإدارية وجهود مكافحته هو أحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء مكافحة تحظه